كنت مجي الكلام عنه شوية بس محمد صلاح شوف محمد صلاح ازاي مبارح محمد صلاح مبارح عمل أدوار دفاعية مبهرة جدا ومداشرة لاحظت الكلام بجانة طبعا انا عشان كنت في الملعب كنت اتفرج في الملعب فانا كنت شايف صلاح وكنت شايف كمان الردود أفعال صلاح مع اللعيبة لان لما صلاح يكون بيموت نفسه ويكون بيرجع يقدر دور دفاعي وبعد كي بتكلم مع اللعيبة فمهم قوي انك انت يكون عندك ليدر وبتحبه يعني هو محمد صلاح مش ليدر بالعافية لا كمان اللعيبة انا شخصيا يعني صلاح تقابلنا كذا مرة مع بعض بس طبعا مفيش اجيال بعيدة اوي ما بيننا هون بعض بس انا شخصيا بحب صلاح مش عشان لعب كبير بس هو حتى عن مصدر الشخص المصدر انساني انسان رائع الحقيقة مش بس في الميديا انا بكلم حتى في العادي في الطبيعي فبرده تأثيرك عن مصدر شخصي مع اللعيبة وصلاح الانساني مع العيبة ده مهم جدا جدا تعتقد فرقة شرط القيادة معه يعني هاي ستتحول في الشخصية في المنح هو على فكرة مع احترام الكامل طبعا ليه للمتخب مصر دايما بالاقدمية بس اساسا يعني احنا يعني دايما احنا بنحب صلاح اوي ونفتخر بصلاحة جدا ولو حتى هو مش عايش شرط القيادة لازم احنا ندهاله لانه عنوان لدينا كلنا يعني هو زي ما كل الناس بتفتخر بميسي في الارجنتين ورونالدو في البرتغال فمحمد صلاح يعني هو الناس واللعيبة والمسؤولين هم يقوله يتفضل محمد صلاح ممكن تاخد شرط الكابتن يعني فقالينا ده ممثل لنا ده ممثل زي ما بتشوف كتير من اللعيبين الكبار هم مش بالعافية يعني ولا عشان انا نجم لأ بس عشق خاطر هو بيمثلنا صحيح فزي ما احنا كلنا بنكون مبسوطين هو بيلعب في ليفر بول نول صراح ده بتاعنا على فكرة طيب المباراة اللي جاية يمكن من كلام حضراتك انا شفت ان عمر جابر هتعايزه يكمل موجود في التشكيل اه طبعا انا شاف ان هو قدى دور كويس جدا وكان بيلعب مباراة كبيرة جدا ودخل في المباراة بسرعة ده الخبرات حيث ان في اي تغيير ممكن يحصل باستثناءة اتنين مدفعين طبعا اللي هيبقوا متغيرين اتنين مساكين اعتقد لا لان مصطفى محمد كمان بيقوم دور دفاع مهمة جدا جدا ومصطفى محمد لعب قوي جدا جدا وبيقدي بشكل كبير قوي سواء كان من ناحية دفاعية او من ناحية هجومية لانك انت لو لاحظت هتلاقي مصطفى محمد في الحالة الدفاعية بنزل لمسطر المرعب صحيح فبيبقى يعتبر هو لعب خامس في نص المرعب صحيح وصراح هو المتحرك شوية عشان بعض الناس تلوم على مصطفى محمد بتسجيلش هدف ليه ما اعتبسكوش هو دور مصطفى محمد انه يكون لعب ضمن العشق اللعيبة بيقدي صحيح له ادوار معينة ادوار معينة وكان ليه كمان يعني كان في بعض الوقات ليه تأثير في بعض الهجمات على مرمى السنغال يعني صحيح انما فهو مصطفى محمد في الحالة الدفاعية بنزل نص الملعب في الحالة الهجومية بيروح على كرقم تسعة يعني كمهاجم صريح وترزيجي كامل وترزيجي كامل انا شايفة ترزيجي برضو كامل مرموش ممكن يكون تغيير كويس ازيزو ممكن يكون تغيير كويس انا اعتقد ان هتدور حوالين بعدين ممكن احنا اتكلمنا في كلام ده قبل كده ان مكاسب المتخب دايما بتكون لما كلنا نكون عارفين التشكيل بنزل تمانين في المائة تسعين في المائة انما اللي هو ايه كل مطش بتشكيل ومش عارفين مين هيعب مع مين ومين وفيش تجانلس وفيش كلام ده فاحنا كلنا بقينا عارفين التشكيل بنختلف واحد واثنين تب هلعب مين مع مين على حسب الماتش بس انا شايف ان الطريقة هتبقى كده صحيح كابت النادر السايد شرفتين ونورتين كالعادة حقيقي دايما بستمتع بالحول معي شكرك ربنا خليك ودائما انا بشكرك على ان هو ده الدور الحقيقي للإعلام لان مباراة السنغال اللي جاية مش مباراة يلعبها اللعيبة بس وورا الإعلام هيفرح بيها جمهور هيفرح بيها اللعيبة هتفرح بيها هي مش بتاعت كالنس كيروش بس صحيح ولا بتاعت اللعيبة بس دي بتاعت كلنا بتاعت كلنا إن شاء الله صحيح 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 شكرا